السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة سنسونة سلوة النهاردة هنعمل وصفة دونات كيك صحية ولذيزة جدا من غير اي نوع دقيق كمان من غير دهون الوصفة دي انا دايما بروح اعملها كده لما اكون عايز اعمل مزاج وعايز ااخد طاقة وصفة لذيزة جدا وسهلة مكوناتها صحية جدا جدا وكمان انا هغطيها بطبقة من الشوكلت وده اللي انا برشحه لكم لانا طعمها بيكون معايا حلو جدا تعالوا نبدأ بالمكونات اللي هي مبتكرة وغريبة شوية عندي هنا تفاحتين تقريبا بيكون وزنهم ربع كيلو سواء كان تفاح اخدر او تفاح احمر كل حاجة بيكون فيها فويد وكل حاجة بيكون فيها طعم وكل حاجة بيشتري حاجة معينة ممكن يستعملها اي نوع تفاح تقدر تستعملي منه ربع كيلو وتعالوا نحطهم على طول فحل على النار وحط عليهم معلقتين بس كبار من المياه وخليهم ياخدوا سلقة خفيفة جدا انا بدأت بالخليط بتاع التفاح علشان يبرد وعلشان يكون جاهز معايا لبقية المكونات بعد ما استوى معايا زي ما احنا شايفين كده هنسيبوا يبرد وتعالوا نتعرف على بقية المكونات الجفة هنستعمل النهاردة جوز الهند المبشور العادي خالص ولو عندنا المبشور بتاع جوز الهند بعد ما عملنا الحليب بينفع في وصفة النهاردة 3-4 كباية يعني تقريبا 60 جرام من جوز الهند على طول احط عليهم معلقة صغيرة من الباكن بودر وعليهم على طول هنحط ربع كباية من الحليب البودر الحليب البودر اللي هو زي النيدو عايزة منه 20 جرام فقط 20 جرام يعني الكمية مش كتير خالص تعالوا نحطهم على جوز الهند والبيكن بودر المكون اللي بعد كده السمغ العربي احنا عملنا قبل كده جبناه زي ما هو كده بيكون شكله عامل زي الكور لونه دهب شوية بيتدق وبعدين بيتطحن انا وجدت ان هو بيتباع كده مطحون فقلت خلاص هاشتريه وسهل على نفسي عايزة لوصفة النهاردة 3 معالق صغيرة من السمغ العربي اللي هما تقريبا بيكونوا 10 جرام تقريبا بيكون بسيط ويخليها هشة وطرية من الحاجات الجميلة وغير ان هو صحي جدا مليان كالسيوم مليان أليف وعلى فكرة بيتباع عند اي عطار سواء انت اشترتيه بودر او اشترتيه صحيح كده وانت دقتيه وطحنتيه الموضوع بيكون بسيط اخر مقونات معي في المواد السائلة هيكون بياض بيتين فقط هحط عليهم على طول الفانيليا السائلة اللي هتعمل نكعة حلوة جدا شايفين هي دي المقونات المواد الجفة اللي انا بقلبها والبياض البتين اللي عليهم الفانيليا والتفاح اللي احنا ادينا له سلقة خفيفة في اول الفيديو طبعا هو برت بقى خلاص يعني احنا بقلنا كده شوية خلاص طيب كل اللي هحتاجه دلوقتي محضر الطعام او هند بلندر او خلاط المهم اللي انا اخلط بيها المواد السائلة دي اللي هم انا بطحنهم دلوقتي ونتحن فيهم شوية عايزة ما يبانش خالص ان يكون فيها طفاح او حاجة بعد شوية من الخلط هتلاحظوا ان كل المقونات دي كأن هو ده كل ده بيض كأن كل ده زبدة يعني عارفين طبعا انا الطفاح حطيته في وصفة النهاردة كبديل هايل جدا للسكر وبديل كمان للمواد الدهنية الناس اللي عايزة تحط سكر ستيفيا او عايزة تحط عسل او عايزة تحط ديبس طمر تحطوا دلوقتي مع خلط الطفاح بس الصراحة انا شايفة كده كده كفاية لان احنا لسه هنغطيها بشوكولاتة فالموضوع هيكون ممتع يعني انا شايفة ان كده يعني لو انت عايزة تعودي نفسك على سكر قليل او بتحب الحاجة دلوقتي مش مسكرة اه وصفة دي بتكون روعة يعني جميلة جدا حبيتها اوي وانا لقصات لما جيت اكل منها كلت واحدة ما كانش عليها شوكولات كتير علشان اعرف طعم الوصفة لوحدها ايه يعني لو احنا كناها كده لوحدها اه مع حبت شوكولات صغيرين يكون طعمها عامل ازاي حطيت المواد الجافة وابتدي اقلب كده طيب خلاص كده احنا خلصنا ايوه بصوا اللي خليت عامل ازاي خليت رائع جدا جدا ريحته من دلوقتي الجنن انا معرفش انا بحب ريحة الطفاح مع جوز الهند مش عارفة يمكن انا تكويني كده بحب ريحة الحاجات دي مع بعض طيب تعالوا بقا نجيب آآ قالب دونات او لو حتى عايز اتخبزيهم في قالب كده كأنهم مثلا كيكة او حاجة طبعا بينفع يعني بس انا النهاردة عايز عاملهم زي دونات كيك فهنجيب قالب الدونات مهم جدا لحنا لما نشتري قالب دونات وخصوصا يعني لو اضطرنا نشتري سيليكون زي ده نتأكد ان هو بيخش الفرن بيكون محفور عليه كده ومكتوب عليه ان هو بيخش الفرن ولا لأ نشتري النواية او قالب تكون كويسة هحط الخليط بتاع الدونات فاي كيس كده علشان يساحل علي وانا بدخله بصوا الخليط عامل ازاي رائع جدا مجرد بقى ما نفتح الكيس ده ونبتدي نوزع الاوالب دي الكمية دي هتعمل سبع وحدات من الدونات اللي حجمهم كبير يعني معقول جدا الحجم بتاعهم مش هيضاعف للدركة انا رحت جبت الرقم سبعة كده عشان نحط فيها اخر واحدة رحت شغلت الفرن على درجة حرارة 180 هسيب الفرن يسخن شوية بعد كده هدخل الدونات فيه بقعد في الفرن حوالي 23 دقيقة انا مشغل الفرن من تحت فقط وحطاهم على الرف الشبك زي ما احنا شايفين احنا حاطين قالب السيلكون دايما يكون على صنية ما نحطش قالب السيلكون كده على الشبك على طول نحطه على صنية وده بيكون اضمن طبعا هنسيبهم يبردوا ده شكلهم لما طلعهم الفرن شكلهم جميل جدا هروح اسيح شوية من الشوكلت على حمام مياه او في المايكرويف وهتكون جاهزة معي اللي انا غطي بيها الدونات الحقيقة الاضافة الشوكلت عملت اضافة جدا جدا للطعم كمان بتخليك تحس اللي انسي فهل فعلا كالتي حاجة مسكرة وحاجة حلوة نوعية الشوكلت طبعا على حسب الزوء انا بستعمل هنا شوكلاتة 100% كاكاو شوية مفاس سكر بس هو ده زوء الشخصي نقدر نحط على الشوكلاتة وهي متدويبة كده رشة من النسكافيه لو احنا بنحب طعم النسكافيه معها بس انا هكتفي كده عشان برضو ايه اسمح للاطفال اللي هم يدوقوا منها ممكن نزينها بشوية شوكلت مبشور او اي نوع مكسرات بصوا بيطلع معي بسهولة ازاي طاري جدا وانا هفتحه معاكم من جوا دلوقتي المهم اللي احنا بعد ما نحط عليه الشوكلت نريحه في التلاجة طعم الوصفة دي في التلاجة احلى بكتير يعني عارفين الكيك في انواع كيك يعني ممكن تتاكل لما تبرد وفي انواع كيك لما بتخش التلاجة بتكون احلى انا عملت هنا ايه بالربط اللي انا حط فيه شوكلاتة من تحت في القالب وحط فوقها الدونات عشان تاخد شكل القالب ودي تلعت احلى بس بتاخد كمية شوكلاتة اكتر فزي ما احنا عايزين عايزين نزاين واحدة واحدة بالشوكلت عايزين نحط شوية كده زي ما انا عملت بصوا كده بعد ما دخلتهم التلاجة انا دخلتهم نصف ساعة صراحة ولكن طبعا نسيبهم شوية اكتر في التلاجة ممكن نعمل كمية دي ولو احنا هنأكل منها لوحدنا تكفينا اسبوع كل يوم ناخد واحدة كنوع من التحليق او السناك او لو احنا بنسوم الايام دي بقى وجبة صخور صراحة رائعة جدا فيها كل العناصر اللي احنا محتاجينها يعني مع كباية اي مشروب احنا بنحبه يعتبر وجبة صخور كاملة لو احنا هناخدها لصخور الايام اللي احنا بنصومها دلوقتي طيب دونة صحية بدون دقيق او دهون ثلاثة ربع كباية من جوز الهند المبشور ربع كيلو من التفاح ربع كباية من حليب البودر ثلاث معلق صغيرة من السمغ العربي اللي بتمنى اللي انتو تدوروا عليه واتلاقوه عند اي عطار بصوا من جوه بقى طبعا بقيت المكونات خلاص مكتوب على الشاشة بصوا من جوه عامل ازاي بتدوب في البق حلوة جدا اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبكوا وجربوها واشوفكوا على خير ومع السلامة اشتركوا في القناة